مجددا يبحث المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ عن حلول تعيده للمشهد اليمني من جديد بعد غياب أو تغييب وتراجع لحضور الفعل السياسي في اليمن الجديد هذه المرة جاء من موسكو خلال لقاء ولد الشيخ نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بغدنوف بحثا عن حل سياسي يوقف نزيف الدماء في اليمن في التفاصيل التي وردت في ثنايا الخبر طرح ولد الشيخ فكرة تقوم على ضرورة إنشاء لجنة لتسوية نزاع في اليمن يتلخص دورها في إيجاد حل عبر المفاوضات وتحريك الركود الذي شهده المسار السياسي خلال الفترة الماضية التصرح الجديد يبدو أن صداه لم يتجاوز قاعة الاجتماع الذي تم فيه ذلك الطلب ولم يصل لأسماع المتحاربين على بعد آلاف الكيلومترات ولم يجعل ميليشيا الحوثي تسمح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة مدينة تعز المحاصرة الموقف الروسي الملتبس من الأزمة اليمنية لم يتغير ولا زال يعتبر الوضع في اليمن جزءا من لعبة الصراع الدولي والإقليم في المنطقة وإن كان تصريح نائب الوزير الروسي أكثر دبلوماسية حين اكتفى بالحديث عن ضرورة استئناف عملية التفاوض في أسرع وقت قد يرى البعض أن تلك التحركات تأتي في خانة التباين مع طبيعة الحرب التي جاءت نتاجا لواقع الانقلاب وتكريسا آخرا للضغط الدولي الذي يقوم به ولد الشيخ في محاولة منه لقطع جهود التقدم العسكري لطرف الحكومة الشرعية إلا أنها أيضا وبحسب آخرين ما تزال أقرب إلى دائرة العودة للمفاوضات السياسية من اليمن إلى موسكو وما بعدها ما يزال المبعوث الأممي يمضي في طريق إنعاش المسار السياسي الذي غيبه الواقع الميداني ليبقى السؤال هل تشق السياسة طريقها هذه المرة وسط زحمة المعارك؟ اشتركوا في القناة